مرحبا متابعينا أنا الدكتورة الصيدلانية روان عبدالسلام رح نحكي معكم بهاي الفقرة عن الفرق بين الحقن العضلية والوريدية طبعا كل دوائله الطريقة المناسبة لتناوله لوصوله للجسام طبعا اللي بيحددها الطبيب بناء على حالة المريض والكيس اللي موجودة عنده هلا في عنا بالنسبة للحقن الحقن الوريدية والعضلية الحقن العضلية تعطى لما بدنا وصول الدواء إلى مجرى الدم سريع عن طريق حقن الحقن داخل العضلة وعادة يتم إجراءه عن طريق طبيب أو ممرض وحتى المريض أحيانا بيقدر يطبق ذاتيا على جسمه أما الحقن الوريدية تعطى لما بيكون بدنا وصول مباشر للدواء إلى مجرى الدم في الحالات الحرجة عادة بتكون عبارة عن سيرنجة ذات إبرة طويلة نسبيا تحقن في الوريد عن طريق عمل ثقوب صغير في الوريد في جدار الوريد لا يلاحظ تقريبا متى بنستخدم الحقن الوريدية ومتى بنستخدم الحقن العضلية؟ بالنسبة للحقن العضلية نلجأ لاستخدامها لما بيكون الحقن الوريدية بتحتوي على أدوية بتسبب التهيوج للأوريدة كمان بنستخدم الحقن العضلية لما بتكون بتحتوي على جزيئات زيتية مثل متعددات الفيتامينات المتعددة أو بتحتوي على معلق بتكون جزيئاته كبيرة نسبيا ممكن تسد الأوردة والشرائين وتسبب مشاكل أما الحقن الوريدية بنستخدمها في الحالات الطارئة لما بتكون بدنا تصرف سريع ومباشر وما بنقدر نستنى الحقن العضلية أو الحبوب الفموية زي عندنا في حالات التسمم والجلطات القلبية والسكتات الدماغية كمان بنستخدم الحقن الوريدية لما بيكون في عندنا أدوية صعبة ناخدها عن طريق الفم بسبب تأثير أنزيمات المعدة عليها فبتقوم الأنزيمات بتكسيرها والتقليل من فعاليتها كمان بنستخدم الحقن الوريدية لما بنكون بحاجة لإمداد طويل للدواء وعلى فترات طويلة زي عندنا حالات الأنيميا عن طريق حقن الحديد هلأ راح نحكي أنه عن أماكن حقن الحقن الوريدية والعضلية بالنسبة للحقن العضلية هي تحقن في عضلة الدالية للذراع بخاصة في حالات اللقاحات وفي عضلة الأرداف والظهر وفي عضلة الأمامية للفخت وفي عضلة الأوراق بالنسبة للحقن الوريدية هي تعطى في الأوردة الكبيرة في الذراع وفي أوردة الرقبة وفي أوردة اليد هلأ كيف منعرف إذا الحقنة تتاخذ وريديا أو عضليا عب بيكون مكتوب على علبة الدواء الاختصار اللي هو IV يعني intravenous يعني عن طريق الوريد أو IM يعني intramasecular يعني عن طريق العضل في حقن تيجي وريديا فقط في حقن تيجي عضليا فقط في حقن تيجي intravenous وintramasecular تنفع على الحالتين هلأ في بعض الإبر الوريدية بينفع أننا ناخدها بالعضل ولكن ليس العكس صحيح ما منقدر نناكس الحالة لأنه بعض الحقن العضلية بتحتوي على جزيئات زيتية أو جزيئات المعلقة اللي بتكون كبيرة نسبيا ممكن أنها تسد الأوردة وتسبب مشاكل اشتركوا في القناة